قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان العالم يعاني من تداعيات كبيرة بسبب الازمة الروسية الاوكرانية وموجات التضخم غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم وفي كلمة له من مدينة العالمين اضاف مدبولي ان الحكومة حريصة دائما على توضيح الحقائق ليعلم المواطنون كيف تتحرك الدولة المصرية لدعم وحماية المواطنين حرصين على التواجد في وسط جموع المواطنين ونسمع لكل اراءهم ومشاكلهم ونشوف ايه اللي ممكن نقدر نعمله علشان نقدر نحل ونوجابه التحديات الغير مسبوقة اللي بتواجهها مصر زي كل دول العالم النهاردة في الازمة العالمية الكبرى اللي احنا موجودين فيها واللي بنعاني منها واللي اعتقد ان كتب التاريخ كلها هتذكرها كما ذكرت من قبل الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية احنا بنمر بان اكتر من سنتين بظروف استثنائية يعني الحقيقة العالم كله بيمر بيها بدءا من جائحة كورونا وبعدها طبعا بدأت موجة التضخم العالمي من نتيجة للطراب سلالس الامداد والتوريد اللي حصلت في نهاية العام 21 وبعد كده يعني طبعا الازمة الروسية الاوكرانية اللي بدأت من نهاية شهر فبراير الماضي واللي لها التدعيات الكبيرة جدا 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 للعالم النهاردة بيعاني منها وحضراتكم كلكم شايفين ومتابعين موجات التضخم الغير مسبوقة اللي بيواجهها العالم بقالها اكتر يمكن دي اعلى واجبر واضخم موجة تضخم دول العالم بتواجهها منذ اكتر من خمسين سنة